بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا هو الجزء السابع من موضوع اكتشافات واختراعات من القرآن وفي هذا الموضوع أخواني أخواتي أبين تفوق علم الله عز وجل في القرآن الكريم على معارف البشر في زماننا هذا وكيف أن الإنسان المؤمن بتفكر ربيعات القرآن الكريم يصبح المعلم الآخرين فمن موضوعات هذا الجزء السابع هو الموضوع الذي ترونه مامك على الشاشة مستقبل العز الحراري والصوتي للمنازل هذا الموضوع هنا والذي أقصده بهذا إخواني إخواتي أنه عند بناء منازل هناك مطلب لعزل المنازل حرارياً وهذا يعني تقليل كمية التبادل الحراري بين داخل المنزل وخارجه يعني تقليل كمية الحرارة التي تدخل من خارج المنزل إلى داخله وتقليل كمية الحرارة التي تخرج من داخل المنزل إلى خارجه هذا يسمى العزل الحراري Thermal Insulation وأيضا هناك مطلب في المنازل عزل الصوت اللي هو من اسم يعني واضح اللي هو تقليل كمية الصوت تدخل من خارج المنزل إلى داخله يعني تقليل الضجيج وطبعا أهمية العزل الحراري نتكلم عن العزل الحراري الآن أنه عندما أنت تقلل كمية الحرارة التي تخرج من داخل البيت إلى خارجه أنت تقلل من المطلبات التدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف والعزل الصوتي يعني يؤدي إلى هدوء أكثر في المنزل وهذا ينعكس إيجابيا على صحة الحال النفسية للإنسان يكون الإنسان في حالة هدوء أكثر عندما يكون ضجيج أقل في المنزل فالسؤال الآن كيف نعزل المنازل حراريا وصوتييا أن كما اعتدنا في هذه الحلقات من اكتشافات واختراعات من القرآن الكريم بدل من اللجوء إلى الغريب وبدل السوب التجوء والخطأ نلجأ إلى كتاب الله عز وجل وإذا فعلنا ذلك نريد أن الله عز وجل علمنا أفضل طريقة للعزل الحراري والصوتي للمنازل من التفكه في آياتين من كتاب الله عز وجل والآية الأولى هي في سورة الذاريات آية رقم 21 في قول المولى عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون فهذه الآية الكريمة عندما الله عز وجل يقوله في أنفسكم أفلا تبصرون يعني يعذنا الله عز وجل إلى التفكر في كيف خلق الله عز وجل عسامنا وإذا أخذنا هذا من ناحية هندسية جسم الإنسان عبارة عن مجموعة أنظمة هندسية تعمل بتناغم وتعمل مع بعضها البعض وإذا ربطنا هذا مع قول الله عز وجل في سورة التين آية رقم 4 بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نلاحظ الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يعني أن الأنظمة الهندسية في جسم الإنسان تعمل بكفاءة 100% إذن أنت عندك نظام هندسي يعمل بكفاءة 100% فإذا عندك أي مشكلة هندسية أي مشكلة تجد حلها في جسم الإنسان لأنه عندك نظام هندسي مشاكل كلها محلولة يعمل بكفاءة 100% فإذا عندك أي مشكلة هندسية من أي نوع ابحث عن حلها في جسم الإنسان فإذا فعلنا ذلك نريد نحن أفضل طريقة عز الحراري وصوتي من القرآن الكريم يعني نبحث أين يوجد عزل صوتي وحراري في جسم الإنسان ومن أفضل مثل على ذلك الجمجمة البشرية فالدماغ البشري كما تشاهدون هنا هو عضو حساس جدا لتغيرات الحرارة وللإهتزازات أو الصوت فيجب من رحمة الله عجل أن يكون الدماغ معزول عزل كبير جدا عن البيئة الخارجية وهذا اللي نريده في المنازل نريد المنزل داخل المنزل أن يكون معزول عن خارج المنزل إذن إذا بحثنا كيف الله عجل عزل الدماغ حراريا وصوتيا ونتعلم من خلق الله عجل هذا نستطيع أن نتعلم ذلك في تطبيقات هندسية فمن طرق العزل الرئيسية للدماغ البشري يعني يكون موجود في عظام الجمجمة فكما تشاهدون أخواتي هنا في عظام الجمجمة هنا وهنا تجدوا بأن الله عزل خلق عظام الجمجمة بأن تتكون من طبقتين قاسيتين هنا وهنا في الأعلى وفي الأسفل وبينهما طبقة هنا تجدونها طبقة مسامية ولتقريب الصورة لنقول طبقة اسفنجية ولكن هنا طبقة اسفنجية من مادة فخارية خلق الإنسان من صلصال كالفخار إذن إخواني إخواتي عظام الجمجمة طبقة قاسية طبقة مسامية طبقة قاسية مثل الساندويج إذن من هنا هذه الخلق العزل هذا يقوم بتقليل كمية الحرارة التبادل الحرارة بين داخل الجمجمة وخارجها وتقليل امتقال الصوت من خارج الجمجمة إلى داخلها وطبعا هذا أفضل بناء لنقول ولله المثل أعلى أفضل بناء لعزل الحرارة والصوت هذا هو الجواب انتهى بدل السبب التجربة والخطأ وكيف نعمل الجدار في المنزل هذا هو أفضل الجدار مادة قاسية مادة مسامية مسامية سفنجية ومادة قاسية وطبعا نعرف يعني من هنا ممكننا أخذوا الأمور الخطبة أخرى كما تشاهدون أمامكم بأنه قمت بعمل بهدم الله عزل نموذج حاسوبي نموذج بالكمبيوتر لما تعلمناه من جسم الإنسان فنلاحظ هنا الطبقة الزرقاء هنا الطبقة القاسية والطبقة القاسية وبينهما مادة مسامية لماذا الشكل السداسي؟ لأن العظم من الداخل خلاياه شكل سداسي العظم هو تركيبه سداسي فإذا نلاحظ هذا النموذج القرآني من القرآن الكريم طبقة قاسية طبقة مسامية سداسية طبقة قاسية هذا هو أفضل تصميم لعزل منازلنا يعني لو وضع هذا النموذج أو هذا التصميم في جدران المنزل طبقة قاسية طبقة مسامية اسفنجية من مادة فخارية طبقة قاسية هذا سيعزل حرارة والصوت طريقة رائعة جدا وطبعا معروف أن المادة الفخارية مادة عازلة وكبيرة هذا عازل حراريا وصوتية من درجة كبيرة جدا في إذن منازلنا طبقة فخارية قاسية طبقة مسامية اسفنجية على شكل خلاياه سداسية إذا أمكن وطبقة قاسية هذا يعطينا أفضل عزل الحرارة والصوت وليس من الغريب بأن الغريب بعد سنوات من التجربة والخطأ في البحث عن أفضل تصميم لعزل المنازل الحرارية والصوتية توصل الآن في زماننا هذا إلى التصميم تشاهدون من أكبر الشاشة هنا تلاحظوا سبحان الله العظيم طبقة قاسية في الأعلى وطبقة قاسية في الأسفل تشاهدون هنا طبقة قاسية وطبقة قاسية وبينها مادة مسامية نلاحظ وأي مسامات اختار سداسية فلو قارننا هذا بالذي يعلمني الله عجل في الجمجم البشرية والنموذج هنا نلاحظ سبحانه العظيم تشابه عجيب وكبير جدا بين خلق الله للجمجم البشرية وهذه الصفائح التي تشتخدم في العزل الحراري والصوتي للمنازل فالله عجل يعلمك إنسان مسلم أنت أفضل هندسة من القرآن الكريم من جسم الإنسان ولكن لأن غالبيت المسلمين هجروا كتاب الله عز وجل والتفكر فيه يجد أنفسهم متلقين أذلاء للآخرين وهذا إذا تفكرنا في قول الله عز وجل الفرقان آية رقم 30 الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة فإخواني إخواتي الحل هو الرجوع للتفك في هذه القرآن الكريم ولاحظت الأسلوب سهل مباشر جدا سهل مباشر وعلم الله عز وجل قوي جدا وإذا رجعنا إلى كتاب الله عز وجل تفكر فيه سيغير الله عز وجل حالنا ولمعرفة التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع رجاء التفضل بجزيرة موقع شبكة انترنت www.coran-merkel.com هذا هو الموقع يمكن تواصل مع طريق بريد إكتروني z-coran-gmail.com والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة